الصورة الثامنة سأأخذها لكم من صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح البخاري طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري توفي سنة 256 للهجرة صفحة 1165 الباب الثالث والخمسون باب في الحوت وهذا الباب يشتمل على تسعة عشر حديثاً سأقرأ منها على سبيل المثال والأنموذج رقم الحديث 6582 بسنده بسند البخاري عن أنس إنه أنس ابن مالك الذي كان خادماً عند النبي صلى الله عليه وآله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي البخاري صلاةً بتراء قال ليردن علي ناس من أصحابي الحوت حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني لم يستطيعوا أن يقتربوا مني فأقول أصحابي فيقول فيقول القائل لا تدري ما أحدث بعدك وتستمر الأحاديث كما في الحديث ستة الاف خمسمية أو خمسة وثمانين فأقول يا ربي أصحابي فيقول فأقول يا ربي أصحابي فيقول الله يقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة مرتدون صفحة 1167 رقم الحديث ستة الاف خمسمية أو سبعة وثمانين بسنده بسند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا قائم في عرصات القيامة بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم زمرة مجموعة من أصحابه مجموعة كبيرة بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم هذا الرجل ليس من هذه الزمرة خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم يشير إلى تلك الزمرة تعالوا خلفي هلوم فقلت أين إلى أين تأخذهم قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة هذا هو الذي قاتلهم على التأويل هو هو مثلما قرأت قبل قليل أبيات ابن أبي الحديد المعتزلي بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع هذا هو الحاكم في يوم القيامة على العالمين كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم صلوات الله عليكم إنه قسيم الجنة والنار ثم إذا زمرة مجموعة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم تعالوا خلفي قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة النبي يقول فلا أراه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم هكذا نقرأ في الكاف الشريف في كتب العترة الطاهرة هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 98 بعد المئة رقم الحديث 341 إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة الذي يسأل هو سدير الصيرفي فسدير الصيرفي هو الذي نقل لنا هذا الحديث الباقر يقول كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة فقلت القائل سدير الصيرفي ومن الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته 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 عليهم ثم عرف أناس بعد يسير بعد ذلك التحق بهم من التحق ثم عرف أناس بعد يسير وقال الإمام الباقر يقول هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا أمير المؤمنين مكرها فبايع وذلك قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكري حديث آخر من المصدر نفسه صفحة ميتين واثنين رقم الحديث ثلاثمئة أو ستة وخمسين بسنده بسند الكلين عن الحارث ابن المغيرة قال سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل أبا عبد الله يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه فلم يزل يسائله حتى قال فهلك الناس إذن كان يسأل الإمام عن الأحداث التي وقعت بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قتل مسموما والإمام والإمام كان يخبره بالتفاصيل فقال عبد الملك ابن أعين فهلك الناس إذن الإمام الصادق قال إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون الحديث عن الصحابة هنا قلت من في المشرق ومن في المغرب قال إنها فتحت بضلال إي والله لهلك إلا ثلاثة الثلاثة المقداد وأبو ذار وسلمان رضوان الله تعالى عليهم نذهب إلى فاصل فبحسب رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله النبي يتحدث عن الصحابة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم المضمون الذي قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف همل النعم لن يتجاوز العدد الثلاثة والأربع فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم المراد من همل النعم هي الحيوانات التي تضيع في الصحراء كم يضيع من الحيوانات في الصحراء في اليوم في الأسبوع في الشهر كم يضيع كم يضيع من الجمال فأصحاب الجمال يراقبون جماله كم يضيع من الجمال فالجمال فالجمال هي النعم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم هذه الروايات أوردها البخاري في هذا الباب في باب في الحوط وكذلك أورد بعضا منها في كتاب الفتن في الباب الأول منه صفحة ألف ومئتين وثمانية وأربعين بنفس المضامين ولا أريد أن أقرأ من الباب هذا لأن الأحاديث هي هي والوقت يجري سريعا هذا صحيح البخاري وأما صحيح مسلم إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى ألفين وأربع ميلادي ومسلم توفي مئتين وواحد وستين للهجرة بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة اثمانمية واثنين وسبعين كتاب الفضائل الباب التاسع باب باب إثبات حوض نبينا وصفاته في هذا الباب ذكر مسلم عدداً كبيراً من الأحاديث إنها أكثر من أحاديث البخاري ذكر ثلاثين حديثاً في المضمون نفسه أقرأ حديثاً من هذه الأحاديث رقم الحديث ستالاف وسبعة بيسنده حدثنا وهايب قال سمعت عبد العزيزي ابن صهايب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني لم يستطيعوا أن يصلوا إلي فلا أقولن أي رب أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك كل الأحاديث تشير إلى أنهم ارتدوا ارتدوا على أدبارهم القهقرة هذه المضامين واضحة وواضحة جداً في كتب السنة لكنهم لا يقفون عندها يتأملون فيها وضعوا لها معاني وشرحوها بطريقة تساعدهم أن يقفزوا على الحقيقة لكي لا يرتبوا أثراً نفسياً ووجدانياً ولا يرتبوا أثراً عملياً وعلمياً على الذي جاء في أحاديثهم الصحيحة هذه هكذا فعلت سقيفة بني ساعدة في السنة وهكذا فعلت سقيفة بني طوسي في الشيعة الحكاية الحكاية واحدة السنة عبث بهم الصحابة والتابعون والذين جاءوا من بعدهم والشيعة عبث بهم مراجع الدين نواب صاحب الزمان كما يدعون هذا كذباً وزوراً ومن دون مجاملات ومصانعات نذهب إلى فاصل الصورة التاسعة إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من صورة المائدة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو الجزء الثالث من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية ودعش من أئمة الشوافع وعلمائهم الكبار المعروفين هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة التاسعة بعد المئة يحدثنا السيوطي بأسانيده عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب الآية واضحة الآية واضحة لأي متأمل منصف فإن الآية جعلت ولاية علي في جهة وجعلت كل الرسالة لا قيمة لها في جهة أخرى إن لم تكن مزينة بولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالة ورسالة النبي التوحيد والنبوة والقرآن وكل أسرار الدين وكل أسرار الديانات السابقة لأنها جمعت في هذا القرآن والقرآن مهيمن على كل الكتب وعلى كل الرسالات السابقة كل هذا يساوي صفرا من دون ولاية علي الآية دالة على نفسها بنفسها وهي آية محكمة واضحة جدا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الرافضون لهذه المنظومة العقائدية الرافضون ما لها كافرون بحكم من الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين في آخر الآية الشريفة ها هو أبو سعيد الخدري يخبرنا نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب أما ابن مسعود عبد الله ابن مسعود يقول برواية السيوطي أنا أقرأ عليكم من كتاب سني لعالم سني شافعي وهذا الكتاب حققه شيخ من مشايخ أهل السنة طبعة جديدة صححها وخرج أحاديثها الشيخ نجدة نجيب وقدم لها سني أيضا تقديم عبد الرزاق المهدي كتاب سني بامتياز صحيح صحيح أن علماء السنة يضعفون هذه الأحاديث ماذا تتوقعون منهم هل يقولون من أن الأحاديث هذه صحيحة لكنها موجودة في كتبهم وينقلونها عن كبار الصحابة عن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود كلامه أخطر من كلام أبي سعيد الخدري هكذا يقول كنا نقرأ كنا نقرأ يقرؤون في القرآن ولذا فإن سقيفة بني ساعد أحرقت مصحف ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين كانوا يقرؤون هذا في القرآن أن علي مولى المؤمنين إنني لا أقرأ عليكم من كتاب شيعي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا كانوا يقرؤون القرآن على عهد رسول الله بحسب عبد الله بن مسعود وأنا أقرأ عليكم من الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافع المتوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة هذه كتب القوم هذه ما هي بكتب الشيعة وماذا أقرأ أيضا عليكم مع أن ابن مسعود لم يكن معدودا في أشياع عليين أقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف إنه الجزء الثاني من الكافي للكلين وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران الحديث السابع والعشرون صفحة ستمية وأربعة وعشرين بسنده بسند الكلين عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قال كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه ومعنا ربيعة الرأي وهذا من أئمة المخالفين للعترة الطاهرة كنا عند أبي عبد الله ومعنا ربيعة الرأي فذكر فضل القرآن من الذي ذكر فضل القرآن ربيعة الرأي يُعرف بهذا اللقب بالرأي لأنه يعود في دينه إلى رأيه ولذلك عُرف بهذا اللقب فقال أبو عبد الله قال الصادق صلوات الله عليه إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال ابن مسعود من عظماء الصحابة فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله أما نحن فنقرأ على قراءة أبي هي القراءة الأقرب إلى العترة الطاهرة ولذا ألح عمر بن الخطاب على أبي الذي كان حريصا على مصحفه ألح عليه أن يجلب له المصحف وأحرقه أحرق مصحف أبي فابن مسعود يحدثنا بما يحدثنا ومع ذلك ما كان معدودا في شيعة الأئمة ما كان معدودا في شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء السادس من الدر المنثور في التفسير بالمأثور قبل قليل قرأت عليكم من الجزء الثالث هأني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الطبعة نفسها صفحة خمسمية وواحد وعشرين إنها الآية الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صفحة خمسمية وواحد وعشرين السيوطي يحدثنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف هكذا يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب إنه الشخص الشاخص الرمز هذه كتبه هذه رواياته هذه أحاديث الصحابة يضعفونها لا يضعفونها تلك مشكلتهم لكنني كما قلت لكم الحقائق واضحة في كتب القوم لكنهم وضعوا لهم منهجا يقفزون من خلاله على هذه الحقائق كي لا يرتبوا أثرا معنويا وجدانيا نفسيا ولا يرتبوا أثرا علميا ولا أثرا عمليا على أرض الواقع لكي يحافظوا على صورة عجولهم التي يعبدونها ويحافظوا على صور أصنامهم البشرية فابن مسعود هكذا كان يقرأ الآية وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب الصورة واضحة وواضحة جدا للذين يبحثون عن الحقيقة إنني قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة وفي هذه الحلقة من أمهات كتب القوم في ختام الصورة التاسعة أقرأ من سورة طاها من الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها من الآيات موسى كليم الله هو الذي يقول واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى فهارون سيكون لك كما تريد تدبروا في الآيات واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري علي كان شريكا لرسول الله ولذا عبر القرآن عنه بأنه نفس رسول الله كان شريكا وأشركه في أمري رسول الله هو الذي قال لعلي من أنك مني بمنزلة هارون من موسى وهذا الحديث قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة من صحيح مسلم ومن صحيح البخاري حديث المنزلة موجود في صحيح مسلم وموجود في صحيح البخاري مر علينا في الحلقات المتقدمة منزلة هارون من موسى هي هذه واجعل لي وزيرا من أهلي علي لم يكن صحابيا من أصحاب رسول الله بهذا العنوان العام علي كان وزيرا لرسول الله علي كان شريكا لرسول الله في أمره ودينه القرآن القرآن هو الذي يقول لست أنا موسى هو الذي طلب من الله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا جاء الجواب من الله قال قد أتيت سؤلك يا موسى فمنزلة علي من محمد بصريح القرآن هي هذه كان وزيرا وكان شريكا في أمره كان شريكا لمحمد صلى الله عليه وآله ولذا قال له من أنك ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل لأن علي كان شريكا في أمره في أمر محمد صلى الله عليه وآله مرحلة التنزيل انتهت ببيعة الغدير وبدأت مرحلة التأويل ما بعد الغدير تدبروا في هذه الآيات تذكروا حديث المنزلة من أن منزلة علي من رسول الله هي منزلة هارون من موسى وتدبروا في الآيات التي جاءت في سورة طاها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هذا المضمون لم يرد لأحد في مجموعة الصحابة ولم يرد لواحدة من نساء النبي هذا المعنى خاص بالقربة تذكروا من أن صحابة مدحوا وذموا وذموا ذما شديدا ونساء النبي كذلك مدحنا وذممنا وذممنا ذما شديدا والقربة مدحوا فقط وهذه الآيات تتحدث عن منازلهم ومقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصورة العاشرة تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وهي الصورة الأخيرة من مجموع هذه الصور التي تحدثنا عن جانب بل عن مثال يخبرنا عن الكثير والكثير من الحقائق في الكتب السنية وفي المكتبة السنية التي يقفزون عليها يا شباب السنة ويا شباب الشيعة عودوا إلى دين العترة يا شباب السنة أنتم مضحوك عليكم ويا شباب الشيعة أنتم مضحوك عليكم عودوا وابحثوا بأنفسكم لا تعتمدوا على كلامي انتفعوا من خبرتي في المصادر وفي نقل المعلومات وأنتم محصوا الأمر بأنفسكم احترموا عقولكم وابحثوا عن دينكم دينكم هو دين القربة دين العترة لا هو بدين الصحابة ولا هو بدين نساء النبي ولا هو بدين مراجع الشيعة الطوسيين ترجمة نانسي قنقر